اشتركوا في القناة والتعايش السلمي بين الاديان والثقافات المختلفة مثمنا الجهود الحثيثة التي يبدلها جلالة الملك المعظم تجاه هذه القضية الحيوية واشاد كذلك في هذا الاطار باستضافة وتنظيم مملكة البحرين لملتقى حوار الشرق والغرب من اجل التعايش الانساني والذي عقد في العاصمة المنامة في شهر نوفمبر 2022 بمشاركة شيخ الازهر الشريف وقداسة بابا الكنيسة الكاثوليكية واضاف رئيس مجلس النواب الاوسبكي ان تجربة مملكة البحرين في هذا المجال تمثل عنصر قوة وقيمة مضافة لموقف العالم الاسلامي تجاه مسألة الحوار والتعايش بين الاديان